جعفر وعلي خليل كل دول كان مجموعة بتاعتي انت في النشئين اه احنا كلنا دي مجموعة واحدة طيب مين اللي قالك يا غانب انت بكرة هتتمرم مع الفريق الاول في النادي الزمانك هو كابتن احمد مصطفى كابتن احمد مصطفى شاف ايه المميز فيه لا مانا كنت معاه في النشئين اه يعني هو متابعك بقى من ال اه يعني لعيب مميز جدا في فرقتي فمن بدون الناس اللي قالك دولت ينضموا الفريق الاول كتنى وفاروق عفروا الخواج واول واحد فينا نضم حتى الخواجة بشان الخواجة اه كان محمود الخواجة هم سموه الخواجة عشان كان شبه الخواجات طيب وانت في النشئين في الاختبارات والكلام ده هل كل واحد كان بيحلم كده ان يبقى زي فلان انت اول ما دخلت نازملك وانت في النشئين شفت من من النجوم الكبيرة كنت تملي احضرت اعيني على الكابت نحمد ريفا كابت نحمد ريفا اه اول حاجة كان هو يعتبر اللعيب مميز جدا في نادي الزهارك في الوقت ده وكان يعتبر من الاساسيين بتوع منتخب مصر في المكان ده فمن هنا كان هو ده ايه المسأل لنا يعني ايه بحاول ان انا اكون زي ما عاوزت توصله ما قابلتوش ولا كلمت ولا احد لا بعد كده اما كبيرنا ده انا حتى اشتعبت معاه لا انا بتكلف مرحلة النشئين ساعت الوقت كده لما بيشوف اي حد بيتعلق بيه لا كنت مثلا راح اتفرج على التمارين لو في مجال كنا تملي احنا في زمان اللعبة الصغيرة دي النشئين كانوا يلعبوها قبل الموتشات الكبيرة او الموتشات اللي هي الاجنبية على اساس الناس تستلى بوجود اللي هو الذي يبين ان هو عنده نشئين وبراعم كنا كنا تملي كنا تملي كنا تملي كنا تملي كل نلعب في الوقت ده من بعد الصالة الساعة 12 ونص واحدة قبل الموتشات الكبيرة اه ولعبت قبل ماتش استان لي ماتشوز ده بتاع ذلك واستهام كنا احنا العائلة الصغيرة اللي وقفين هنا ورا الجول دوت ورا الجول دوت هلمت بقى بوقتي من الاوقات انها كانها بقى نجم زي النجوم اللي بتلعب دي؟ لا والله يعني كان ايه المهم ان انا بقولك ان احنا ايه نبقى موجودين جوه النادي وبلعب في الفرق اللي انا فيها دي وبعد كده ايه لغاية بقى ايه ما بقى سنة 18 سنة بقى عيني فعلا على الفري الاول لكن كل المراحلة الصغيرة دي ان انا نلعب اه طيب لما اقولك الوقتي زمان كان فيه سانوار ياضية السانوار ياضية دي كانت مدرسة في استاد القاهرة وكانت مدرسة بسموها مدرسة المعهوبين وفعلا كان فيها نجوم مالهاش اول من اخر بش في كورة القدم بس ده في كل الالعاب على مستوى مصر اللي مسلوا مصر ومسلوا افريقيا ومسلوا الكلام ده كله انت لا كنت بسانوار ياضية ده اقولك انا بقى بصدافة يا كبتون بصدافة احنا مثلا بطالك احنا في مراحل النشئيين لغاية مثلا سن مثلا ايه وصلنا لغاية سنة مثلا 15 سنة هنا حصلت حرب 67 اول مازل الوقت دي مش عارفها حرب 67 دي وقفت الكورة على مستوى مصر كله سواء نشئيين او كبار خلصت على اجيال كبيرة اه فمن هنا اما بقت الكورة رجعت يعني بعد 68 بقى والدولة مثلا بتستعد بقى المرحلة جديدة وبدأ النشط سبعين واحد وسبعين لا انا بتكلم الدولة بتاديت بقى تعمل مرحلة جديدة فكان فيه وقتين احنا حاجة اسمها مدرسة المواهبين علميا ايوه فحبت وزارة الشباب وقتها انا مجبرت عرفت كده حبت تعمل حاجة زيها على غرار علميا دي فعملت المواهبين رياضيا انه هو فيها الدكتور محمود سعد يدو بيلف في باب كل المحافظات دي فمن هنا ايه المهم را عاملوا المواهبين رياضيا وسموها السنوية الرياضية للمواهبين رياضيا في الاستاد القاهرة في الاستاد القاهرة اه وكان خلي بالك كان العباسية دي اخر منطقة يوقف عندها الاستاد بعد كده لا وبعد كده تاخدها بقى ماشي تاخدها بالعجل اه كان عندك عجلة كان عندك عجلة كان عندك متسك فالمهم ايه ما عشان بقى ايه ازاي تروح بقى المكان دوت بقى كانت حتى مهجورة كلها اه فمن هنا وكان عاملين الاختبارات في الشباب الجزيرة ايوة فمن هنا ايه روحت انا اختبرت وكان اللي هو اللي بيختبر الكابتن علي عثمان كان ده مضرب منتخب مصر وكابتن منضوح خفاجة وكابتن فاتح نصير فمن هنا ايه ابلوني في الاختبار وبعد كده لقيت نفسي في المدرسة بقى كنت بقى في السنوية العامة بقى لقيت لا كنت نفسها في قولة سنوية في قولة سنوية وانت كنت ساعتك كل دولة بيجوا من المدرسهم ويختبروا طب ما خبتش ان دي ممكن تعطلك عن مستقبلك في نادي الزمالك ما هي مدرسة ما هي مدرسة بس هي ايه بقى فيها ناس هتمرارك هتمرارك على مستوى افضل في الرياضة مثلا ايه اه لا يعني ايه شيء من الايه الاعداد على طول بنتمرن صبح وبعد الدور وتجهيزه على مستوى علمي وتخطيط علمي بعكس مسلا الاندية كان اغلب اللي بناس بيمرنوا في الاندية الناس ايه عندهم خبرات لعيبة صابقين فمن هنا احنا كان يعتبر ميزة ان احنا في مدرسة ازا دي بناخد تغذية اه معينة بناخد اعداد بدن معين اه ولقيت بقى في المدرسة احنا بقى احسن مجموعة مين كان الجيل بتاعك بتاع الكورة اه في المدرسة ازيزه الخطيب مصطفى عبده مصطفى يونس اه اكرامي اكرامي اه عندنا بالنادي فاروق جعفر الخواجة مجد كامل مجد كامل مجد كامل كان في السكة وحسن درويش والاسماعيلي اه وهندي ومحمد هندي اه فالمهم ايه لعيبة كتيرة جدا يعني على قد ما انا بفاكر يعني ما تكررش دي تاني والله بص هم عملوها بعد كده وابني دخل فيها واحمد حسن ميدو كان فيها وشكبالة كان فيها اه وطلعوا دولت بس بعد بس عملوها ايه يعني بلوا مدرسة غير الاستاد ورا الاستاد كده وبعد كده داخلية اه وبعد كده تقفلت لأي سبب اللي دخل فيها مجملات بقى وابتقى فقى من هنا قالك اللي يعني مش تلك كان اخر مرة كان عاملها الدكتور عبنى معمارة اه دي اللي هي اللي طلع منهش كبالة واحمد غاني واحمد حسين طيب واحنا بنتكلم دلوقتي في الزمن الجميل بتاعنا اللي كنا بنلعب فيه كان فيه نجوم كتير قوي اسماعيلي زمانت بتقول كان الله رحمه حسن درويش ومحمد هندي والسكة والسكة الحديد مجدي كامل ويوصل عبدالاني والمصري ده مسعد نور ومسعد نور في المصري والسنجة اه يعني فيه نجوم مواهب كتير قوي انت من وجهة نظرك انت لعبت كرة وبطلت واشتغلت في تدريب وطلعت النجوم كتيرة قوي المواهب قلت ليه؟ بس هو رقم واحد رقم واحد كان فيه زمان ساحات فاضية كتير اه قول بقى ما كانش فيه مثلا ان الناس دلوقتي بتستغل اي حتة فاضية يعملوا بيها عمارة فكانت شوارع كتيرة كويس وكان حتة اللي هو انت ممكن تلعب كرة في اي حتة تلاقي مكان اه تلعب فيه وكانت الاماكن دي بيتحاول تعمل منافسات بينهم وبعض هم كده بينهم وبعض نعم فمن هنا كانت بتفرس كدرات ولعبة على مستوى يعني انت عابس تقول ان الشرع ده طلع مواهب وحسن مين المهرب فردية؟ كان فيه اماكن كتيرة فاضية اه وجناين فاضية واندية فاضية عاوزة بس حد اللي يحضارها دلوقتي طلع انت مكان كده ان انت حتى تروح ودلوقتي مفيش مفيش حتى حتة مرصيف حتى تمشي فيه فمن هنا حيطلع منين؟ ما بقاش فيه مكان ان انت ممكن تمارس الارصيف كنت بتاخده كلاعيب بيته وانتو معاه اه دلوقتي يدوبك المكان اللي ممكن تمارس فيه الرياضة لو قدرت ان انت تبقى مشترك في نادي والاندية دلوقتي بقيت وفيه مارك الشباب يغانم دلوقتي اه قليلة ومش موجودة وبعد كده يخلي بالك بقيت دلوقتي كلها بقيت ايه عاوزة عائد مادك كبير ومفيش كدرات دلوقتي اتمنى الاشتراك بقى عالية لو قلت من هنا الكدرات والمواهب قلت وبعد كده كانت زمان برضو الاندية فيه حاجة اسمها كشفين كشفين يا سلام كان في نادي الزمالك عندنا احنا كان فيه كشفين عظام جدا افتكر انا منهم السيسي وافتكر انا منهم كابتن مختار وفي النادي الالي كان في كل نسمة عن عبدال وكان فيه واحد اسمه مكملا جاي مرة يخش النادي الالي قال له ده معايا قال له انت مين انت مش هتخش المكتشف بدخل اللعيب قال له ده معايا طب انت مين استنى برك اقولك فالكلام ده كله مش موجود مش موجود طيب احنا عشان معنا تيارير كتيرة اوي ومعانا محبيناك كتير اوي معانا في حلقة الليلة وكل ما نقول له واحدة معانا كابتن غنم سلطان يقولك لا انا لازم اطلع كابتن